أهلا أعزائي المشاهدين مرة تانية حديثنا في هذه الحلقة عن مثل ذكر الرب يسوع في إنجيل متة إصحاح 13 وموضوع الحلقة حنطة أم زوان ومعنى خادم الرب الأخ إليا كورولوس أخ إليا طبعا الرب يسوع في كتير مرات وحتى من خلال الأمثال بيتكلم بطريقة نبوية هو فعلا فسر المثل للتلميذ والمعاصرين في أيامه لكن رسالة الرب رسالة خالدة لها دايما بعد روحي وعمق روحي اللي إحنا المفروض كمان نتنبه منها فأنا بشوف أنه كتير من الأمثل اللي تكلم عنها الرب يسوع المسيح في غاية الأهمية بيتكلم كمان عن آخر الأيام فخليني أوجه لك السؤال يعني الرب بتكلم في أمثل كتير عن ملكوت السموات وهون بالتحديد بيتكلم عن مثل الزوان والحنطة بيتكلم على النهاية بيتكلم على نهاية ومصير الحنطة بيتكلم على نهاية ومصير الزوان كلمنا شوي يعني بسياق الحديث اللي بيتكلم عن انقضاء الدهر ببساطة جديدة الرب كان عايز يحضر أزهان سامعيه أن هناك زرعا جيدا المؤمنين المولودين ولادة جديدة وهناك المزيفين المتدينين الذين لهم صورة الإيمان المسيحي لكن هم بعدين تماما عن الرب والرب عايز يحضرهم ويقولهم خلي بالكم اعمل اللي انت عايزه اختار اللي انت تختاره لكن اعرف أن هناك دينونة أنه على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة هناك دينونة ودوة عايز الرب يقوله وعايز أقوله الأحباءنا المشاهدين الأمر مش متساب الأمر مش سيبة هناك دينونة قريبة قريبة جدا وأصلي أن هذا الأمر يزعج المرتاح ويريح المنزعج يعني يزعج المرتاح اللي شايف أنه هو أنا بصلي وبصوم وكويس وكده عنده اكتفاء روحي عنده اكتفاء روحي لكن لم يولد ولادة جديدة أنا نفسي تنزعج النهاردة على حياتك الأبدية وتعرف أن هذا التزييف وهذا الزيف مش ينفعك كتير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر